على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد توزامي درسينا داري دا غوما شات القواف أتكن كراتمنا بداية المجتهد تا الإمام ابن الرشد الحفيد رحمة الله عليه يو أكو غوة بالقيدة هجرة تدبودة داريه لدى أربعين دا بير شاتا غوة بير شكرة تدبودة أشرين دا هؤوة ميلادية يوزام تاشي سابن بابي شيني الباب السادس في صلاة القصوف نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد فيقول المسنف رحمه الله الباب السادس في صلاة القصوف نعم يتي الباب السادس في صلاة القصوف بابي نشيد أكان صلى القصوفي نعم 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 اشتركوا في القناة 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 نعم اشتركوا في القناة 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 الواحد تنقل عنه روايات مختلفة يضيفها ايضا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم ابن عباس راوي حديث الثمان ركعات في زعم حبيب فانه قد روي في الصحيح انه ايضا ركعتان في كل ركعة ركوعان كما روت اائشة وغيرها وغير جائد ان يكون ابن عباس روى الوجحين لفئل واحد صدر منه صلى الله عليه وسلم في وقت واحد بل الصحيح انه ايضا واحد والباقي من غلط الرواة عليه اما في اصل الرواية واما في نسبة الرفع لانه قد يكون ابن عباس فعل خلاف ما روى اشتهادا منه فاضاف الراوي ذلك الى روايته ايضا كما وقع في هذا الحديث فغل رواه سليمان الاحوال انطاووس موقوفا كما سبق وقد اجاد البيحقي رحمه الله اذ قال اقبى حديث اطاع عن جابر ابن عبد الله من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها ابو الزبير عن جابر علم انها قصة واحدة وان الصلاة التي اخبر عنها ان ما فعلها يوم توف يوم توف يوم توفي ابراهيم ابن رسول اللہ صلی الله وقد اتفقت رواية اروة بن الزبیر وامرة بنت عبد الراحمن عن عائشة ورواية عطاء ابن يسار وكثير ابن عباس عن ابن عباس ورواية ابي سلم ابن عبد الرحمن عن ابن الله ورواية اب الزبير عن جابر ابن عبد الله عن النبی صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعا وفي هكاية أكثرهم قوله صلى الله عليه وسلم يومئذ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخذفان لموت أحد ولا لحياته دلالة على أنه صلاها يوم توفي ابنه وخطب وقال هذه المقالة ردا لقولهم إنما كسفت لموته وفي اتفاق هؤلاء الأدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قلت وهذا في غاية التحقيق وهو الواقع الذي لا يرتاب منه آقل لكتنى مكا كرانتا يومي مكا كاو مجانا ابن حجر أكم وانا سابعني فظنتنا با كون دذيتنا مباركة لألبومانا أتكين كسد أبننا مكا فدا نعم أتكين فتح الباري لا 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 نعم نعم واربع ركعات في ركعتين درقوع درقوع هدو أتكين ركعابيو سيدي درقوع هدو أتكين مصروني أبو بكري بن المنزر صاحب الأوسط يتحدث وقال إسحاق بن راهيا إسحاق بن راهيا يتحدث كل ما ورد من ذلك فمتلس نجتم ابو ندا أكروه توزا يا حتى أسو واتو أديدي تسو باتارد أنساب أسوب لأن العتباء بذلك يتجنل الكسوف دومون أبو ندا أتكلم وانا دا واتو ياي ورقسوف ني سو دا أكا ويدز كنانسي أما كسا قداد دا أكا كاري أتكلم رقوع إنما أتقاو بيهوزم السلاف التجنل الكسوفات يتعابني سبو دگره وأجنل الكسوفي والتي سلاف والذي سلاف والذي سلاف ورؤية عن العلا ابن زياد انه كان يرى ان المسلي ينظر إلى الشم إلا رفع نسلا إن يتقاو سدقا رقوع وإن كانت تجلت إدان تاياي تسيه سجد سيه قوام ركاة تبيو يزوى غريتا إدان كمبات يايبا تسيه ركاة وتركاة ركاة تبيو أتكين ركاة تفركو سنن يدوبا يغرانا فإن كانت تجلت إدان تاكسان تاياي تبايينا تسيه سجد سيه قوام ركاة تبيو يزوى غريتا إدان كمبات يايبا إدان باتبايينا با توركاة ثالثة سيه ركوو نوكو أتكين ركاة تفركو حقا نندزي تاي حتى تنجلي حتى حرانا تفتو سيه قوام ركاة تفتو سيه قوام ركاة تفتو نعم تحكين مغنر أبو إس تحكين مغنر إسحاق إدراهوية نيكو كباتا تحكين نعم وكاة إسحاق عليكم السلام نعم نعم أتعي ونن كاللن دا أكا هنا كاللن دا متين يكي يسبو دا لهوني أما ونن كاللو دا يكي يناد مقصد نعم والنزي يهوى أبو إسحاق أي توجيه روايوين دا سكة زو دا سحبه أكان شوى موقوفات نعم شوى سنت أوكيش أحاق مسمى ابن عباس أماري دا النب صلى الله عليه وسلم كساة إيتي مم أكوما نا فتح الباري إننا ياكا ماتا مقومة غريش جوزء الثاني نعم أداوما قنا كبشير نعم إسحاق ابن راهوية إسحاق ابن راهوية ياكسانشي ينحي لا يتعدى بذالك أربا ركاات ينفق لرقاة بذي يتعدى بذي أعزق 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 والسلام أكثر من ذلك وقال ابو بكر بن المنذر ابو بكر بن المنذر وقال بعض أصحابنا يقول الاختيار في ذلك الكسوفي ثابت والخيار في ذلك للمسل انشاء بكل ركعة الركوعين وانشاء ثلاثة وانشاء أربعة وانشاء أربعة وانن كما بإنغان تباء وجنسا وانشاء أربعة ولليم يصح عنده ذلك وانن بزير زمان تباء وجنسا وانشاء أبو بكر بن المنذر وانشاء ثلاثة وانشاء أربعة وانشاء في ذلك المسل في فيلسان ثلاثة مرة أربعة ولم يصحى عنده ذلك اسعق ابن راهو يعني ايكين في نعم 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 اي شن يأفعره هذه الشيءةي غرب عمنا اي شن final لا يصحى عنده ذلك لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك نعم نعم ابن زياد تابعين يقول و هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوفات الكثيرة القاضي ابن رشد هذا الذي ذكره هو الذي أخرجه مسلم ونن أبند أبند مسلم يفتر ولا أدري كيس أبو عمر بن عبد البري أحي كنت تارضوني تحييو يواتن دس كما سروني أما عشر ركعات في ركعتين أما ركع 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 قوم أما عشر ركع أبيو أبو داود فقط ركع أبيو بركعين فصلا بنا ركعاتين ذاة النسائي كما تسلون واستدل به من قال إن صلاة الكصوف كصلاة النافلة وحمله بن حبان والبيحقي على أن المعنى كما تصلون في الكصوف يعني أبا بكر خاطب بذلك أهل البصرة وقد كان بن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شعب وغيرهما ويؤيد ذلك أن في رواية أبد الوارث أن يونس الآتية في أواخر الكصوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في هديث جابر إن مسلم مثله وقال فيه إن في كل ركعة ركوعين فدل ذلك على اتحاد القصة وظهر أن رواية أبي بكر مطلقة وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع والأخذ بها أولى وقال في أكثر الطرق عن آيشة أيضا أن في كل ركعة ركوعين وعند ابن خزيم من حديثها أيضا أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام وقال في أكثر الطرق عن آيشة أيضا وقال في أكثر الطرق عن آيشة أيضا وقال في أكثر الطرق عن آيشة أيضا نعم وقال في أكثر الطرق عن آيشة أيضا وقال في أكثر الطرق عن آيشة أيضا وقت مطلقة مناسبة وقال في أكثر الطرق عن عاديشة أيضا أوقل في أكثر الطرق عن آيشة أيضا المسألة الثانية المسألة الثانية المسألة الثانية المسألة بالقراءة فيها 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 يجهل في القراءة وسبب في السلافهم السلاف الآثار في ذلك السلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبسياغها وبسيثا وذلك ان هناك حدث ابن عباس ان هذا ذلك يبدو قادره سرًا أسرًا سبو دا پتنسا دقا نب صلى الله عليه وسلم أتكلم حديثًا وقام قيامًا نهوًا من سورة البقرة وقد روية هذا المعنى نسًا عنه أنه قال ممتو إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعش منه حرفًا بانجوان حرفي دقا غريش با سيدي وانا حديثًا رواه أحمد وابو ياعلى والتحاوي والتبراني وابو نعيم من أوجهن عن إكرماء وابن أباس ورواه البحقي في المعرفة من الأوجه الثلاثة عن إكرماء ثم قال وهاؤلاء وإن كان لا يحجج بهم ولكنهم أدد وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن إبن أباس أنه عليه الصلاة والسلام قرأ نحوًا من سورة البقرة أخرجاه في الصحيحين قال الشافي فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ إذ لو سمعه لم يقدره بغيره ويدفع حمله على البعد ويدفع حمله على البود رواية الحكم ابن أبان ابن أبان صليت إلى جنبه ويوافق أيضا رواية محمد ابن إسحاق بإسناده عن آئشة قالت فحزرت قراءته ويوافق أيضا حديث سمرة وإنما الجهر عن الزهري فقط وهو وإن كان حافظا ويشبه أن يكون الأدد أولى بالحفظ من الواحد حكا نما أن رويت تهنير ابن إسحاق دقا عائشة رضي الله عنها في صلاة الكصوف أنها قالت تهرأت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة سيني قردادو تهرأت سورة البقرة وإن حديثا يقول ابن إسحاق حدثني هشام ابن أروح يأتي تصريح بالسما سيدة يأتي أبنى معلم يسكي مساء إنكاري يأتي أروحات تاري وإنما يأتي بإسحاق حدثني هشام ابن أروح وعبد الله ابن أبي سلام عن سليمان ابن يسار كلهم قد حدثني عن أروح عن عائشة قالت حسن لغيره حسن لغيره حسن لغيره حسن حسن نعم 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 حسن لغيره حسن لغيره ولمكان ما جاء في هذه الآثار السحابة مالك وشافعي أن يقرأ في الكولى البقرة والثانية على عمران والثانية على المخمسون من البقرة والفرابية على المخمسون من البقرة وفي كل حيث عن الملك القرآن وفي كل حيث عن الملك القرآن سكرن جاير دمذهب السو سكرن جاير دمذهب السو ونم دعبن دعك رويتو دعنب صلى الله عليه وسلم چه وآياتي صلات النهاري أجماء صلر رانا أجماء واتو بي بياتي نعم ايمن لسه هو بحديث كما قال الدار قطني إنما هو من كلام بعض الفقهاء نعم نعم ابن رشد بمهدف بني نعم ووردت هاونا أيضا حديث مخالفة لهذه تكون جوانا حديث ناندا نا قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سميت منه حرفا يأتي وصله البيحقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر ماءه قدر زائد فالأخذ به أولا نعم 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 دقا عروة دقا آئشة شواء النبى عليه الصلاة والسلام يا بينا كراة أتكين كسوب في الشمس أبو عمر يتي سفيان ابن الحسين باقى كرفابني وجن رواية ابن الحسين كجارة سفيان ابن الحسين كذكريني سفيان ابن الحسين كما تتكين ضوابط الجرح والتعديل مني أبنى وجن أبنى التضعيف المقيد مني سفيان ابن الحسين أنا الزهري نعم أمادي وانا رواية باتا وانا رواية تنا ترميدي خرجها الترميدي من طريق إبراهيم ابن صدق تناج كم بخاري تناج كم بخاري شسانة عادل ودا كماتا كوية واحتجوا لهذا المذهب بحديث الظهري عن أروح وقد تابعه على ذلك عن الزهري عن عبد الرحمن ابن سليمان ابن سليمان شيني متابعه وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن بابو سيدي عبد الرحمن وسليمان ابن كثير وطابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن ابن نمير وسليمان ابن كثير تابعه على ذلك عن الزهري وقد تابعه على ذلك عن الزهري وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن ابن نمير وسليمان ابن كثير ابن كثير ابن كثير نعم نعم وكُلّهُم لَيسَ فِي هدِثي الزهري تابعه هفر حدا وكُلّهُم لَيسَ فِي الزهري ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر